شيء آخر أحبائي لا يوجد إنسان فوق الشريعة فالشريعة هي الحكم يعني الكتاب المقدس بيتكلم أنه نظم فكرة الزواج ولسيما في شريعة اللاويين مثلا منع من زواج الإخوة أو الأخوات ولقد حرم من زواج الكنة منع إنه أب يتزوج مرت ابنه وإذا أب يتزوج مرت ابنه بحسب شريعة اللاويين إصحاح 20 آية 12 يقتل فإذا ممنوع منعا باتا في كلمة الله إنه واحد يتزوج مرت ابنه أو ممنوع تتزوج العم أو الخالة وشوف هذا الموضوع بيتكلم عنه في إسهاب في سفر اللاويين إصحاح 18 فلقد نظمت شريعة موسى الزواج وكيفية بناء بيت سليم ومبارك وطبعا كل من يمارس هذه الأنواع من الزواج كان العقاب القتل في هذا الموضوع موسيقى 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 اشتركوا في القناة